ومنتخب مصر ما عنديش إجابة دلوقتي لأن الأهل أكيد اتخذ الطرق المشروعة وأرسل خطاب رسمي لاتحاد الكورة للاتحاد الإفريقي للاتحاد الدولي هل عايز يكون في رد الساعات اللي جاية؟ أنا من مبارح بقول الموقف صعب جدا لأن كواليس اتخاذ القرار أنا عارفها وقلتها من شهر وعارف الفيفا بخطة إزاي للمرحلة دي هو عايز يعمل ارتباك في المشهد في كل أرجاء القرى الإفريقية وأبرز اللعيبة اللي بيلعبه سواء مع الأندية اللي كلها دور مع منتخباتها أو حتى اللعيبة المحترفة في أوروبا ما تجيش في البطولة كاس الأمم اللي جاية وبالتأكيد ده ظهر خلاص من الإعلان الرسمي للموعيد النهاردة من خلال الاتحاد الدولي لو لكن الموضوع مش الأهلي بس الموضوع كمان متعلق بتشيلسي الإنجليزي لأن تشيلسي عنده اتنين اللعيبة مهمين جدا بيشاركوا في كاس الأمم إدوار ديمينديل حارس السنغالي حارس تشيلسي بيلعب مع منتخب السنغال وهيكون موجود في كاس الأمم وعندوكم كمان حكيم زياش النجم المغربي موجود كمان في كاس الأمم وفي نفس الوقت تشيلس هيكون عايزه في كاس العالم للأندية انبارح تومس ستوخل المدرب الألمان اللي بيقول تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة الحالية قال تصريح مهم جدا قال زياش سيلطحك بنا في الموندياليتو حتى لو بلغ المغرب نهائي كاس إفريقيا شفتوا بقى الأزمة وصله لأي مدى وأي مرحلة هو الأهلي أكبر كم من اللعيبة هتكون مشكلته في العدد والأهلي هيكون موقفه مختلف لكن تشيلسي اللي هيبدأ مباراته نصف النهائي يوم تسعة فبراير وكاس الأمم آخر مباراة والمباراة النهائية يوم ستة فبراير تومس توخل بيقولك حتى لو وصله نهائي هيكونه معايا هو ده الاتجاه وهو ده المؤشر اللي أنا أنا بحكي فيه بقى ليه فترة وانبارح شرحت كواليسه الاتحاد الدولي عايز اللعيب الأفرق اللي بيلعبه في الدوريات الأوروبية ما يكونوش موجودين في كاس الأمم وبيحاول يرضي قدر الإمكان الاتحاد الأوروبي والدوريات الأوروبية عشان ياخد موافقتهم وتصوتهم على إقامة كاس العالم كل سنتين لأنه هو شايف إن أكبر أزمته في تنفيذ هذا القرار قرت أوروبا تحديدا جي مصر وخد تصويت الجمعية العمومية للكاف وكان بكل سهولة الـ 52 اتحاد صوته على إقامة كاس العالم كل سنتين وهو عارف إن إفريقيا مش هيكون فيها اعتراض ملفات إفريقيا ومفاتيح إفريقيا كلها في إيده لكن آدي تصريحها توماس تخي المدارب تشيلسي شوف لو النهاية مثلا المغرب أو السنغال أو الفرقتين وسطه نهاية إفريقيا قالك لا مش هيكون موجودين في الفاينال هيكونوا موجودين معايا رغم إن أول اللي قالت تشيلسي هيكون يوم 9 فبراير بعد البطولة أو بعد نهاية كاس الأمم بـ 72 ساعة الأزمة كبيرة والموضوع صعب جدا وكان محتاج شغل كتير خلال الشهرين اللي فاتوا خاصة مع الاتحاد الدولي مش الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الدولي الاتحاد الإفريقي اعتمد هذه الموعيد خلال الفترة الأخيرة لسه عندنا تفاصيل أكتر وهنتكلم في أخبار مهمة ولكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وهنتكلم برضو في بعض الأمور والكواليس اللي ممكن لسه مش واضح للناس بالنسبة للمرحلة اللي جاية خاصة لقاء السوبر الإفريقي وهنتكلم أيضا كمان عن منتخبنا الوطني بعد فزو على لبنان بهدف مقابل لشيء